على مدار ثلاثة أيام ناقش إطارات المنظمة الوطنية للتعاون الإنساني بولاية تلمسانة آليات العمل التضامني وتصطير برنامج عملي للمستقبل بهدف إعطاء بعض جديد للعملية التضامنية بالجزائر نحن نسعى جميعا إطارات وطنية ومحلية وولئية لتجسيد أهداف المنظمة عبر التراب الوطني وذلك بالقيام بعدة تجمعات ولائية وجهوية حيث نحيي العادات والتقاليد التي كدنا نستقل منها وهي الحط على التعاون وتكافل عادات اجدادنا وعادات أوامر ديننا وتعاون الإنساني هذا موضوع عالمي اللقاء الذي حضره ممثلون عن مختلف ولايات الوطن تبادل خلاله المشاركون تجاربهم وتباحثوا من أجل الاستفادة من مختلف العمليات التضامنية التي قاموا بها المنظمة رغم أنها فتية في تأسيسها إلا أن نشاطتها تعلم عن وجودها وعن أعمالها اللي رهي عبر كل ولايات نحن نعاونهم بالقراءة التانية والعلم التانية الواحد لازمنا يبدأ المجهود باش يعاون الأسرة للأسر فهذه المنظمة كتعاون الإنساني باش نعاون الإنسان اللي يحتاج موسعادة المنظمة الوطنية للتعاون الإنساني تطرق أبواب المجتمع الجزائري من خلال برنامج ضخم يسعى إلى استعادة الحس التضامني للمجتمع والوقوف إلى جانب الفئات الهشة ترجمة نانسي قنقر